بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين بعض التصريحات اللي وردت خلال اليومين اللي بعد العيد أول حاجة ارتفاع القبول بالنسبة للسنوي العام لطلاب الصف الثالث الإعدادي التعليم نتائج الصفين الأول والثاني السنوي ورقيا أو إلكترونيا في نفس اليوم الدكتور طارق شوقي نجحنا في إتمام عشر ملايين وربعمية وعشرين ألف امتحان إلكتروني خلال الفترة لمجموع مليون ومية خمسة وخمسين ألف من الطلاب في منازلين بيتكلم على امتحانات أولى وتانية سنوي كانوا تقريبا عشر ملايين وربعمية وعشرين ألف وفي نفس الوقت مية خمسة وخمسين ألف طالب زائد مليون ضرورة ارتداء الكمامة والجوانتي واتخاذ المسافة الآمنة بينهم وبين باقي أولياء الأمور أثناء التقديم أولا موضوع القبول في السنة والعام ارتفع تنصيق القبول بالسنة والعام هذا العام توقعت مصادر بوزارة التربية والتعليم الفني ارتفاع تنصيق القبول بمدارس السنة والعام للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام قياسا بالأعوام السابقة إزاي؟ عايز أقولك حط على كل محافظة خمستاشر درجة يعني إن محافظتك السنة اللي فاتت زي مثلا الدقة هلية أخدت من ميتين خمسة وتلاتين يبقى السنة دي ميتين وستين أخدت من ميتين وعشرة يبقى ميتين خمسة وعشرين أخدت من ميتين وعشرين يبقى ميتين خمسة وتلاتين وغالبا الأغلبية كلها تبقى ما بين ميتين وعشرين لميتين خمسة وتلاتين المحافظات كلها ليه؟ لأن الطلبة حصلين على درجة مية في المية من نتيجة الفصل الدراسي الثاني بعد تنفيذهم للبحوث المطلوبة بدلا من امتحانات نهاية العام بالنسبة لنتيجة قولة وتانية سنة نشر موقع اخبار اليوم نشر الكلام ده النهاردة بيقول ان اعلان على نتائج الصفين الاول والثانية السنوي ورقيا والاكترونيا في نفس اليوم تحس ان الكلام مضروب ازاي الكلام مضروب انت بتقول لي ورقيا والاكترونيا ما كانش فيه ورقي اصلا يا اما بحث يا اما الكتروني ما حدش امتحن ورقي فانت تحس ان الكلام ده مضروب خلاصة الكلام بعد تلاتين مايو هتبقى النتيجة قولة وتانية سنوي ان شاء الله بالتوفيق للجميع بالنسبة لتالتة سنوي برضو الضرب ده في التسعمية وخمسين مليون اللي كانوا صار فينها على الشهادة ست وزيرة التجارة بتقول ان الكمامات القماش يمكن غسلها خمسين مرة وتوزع على طلاب الامتحانات يعني طلاب السنوية العامة هيدوهم الكمامات قماش يغسلوها ويجبوها اليوم اللي بعده مش كل مادة الكمامة بقى وجوينتي وكده والدنيا لقى هي واحدة ياخدوها وكل واحد يغسلها ويجيبها يغسلها ويجيبها ودي الايه ودي الملايين اللي اتصرفت على مش مهم بقى طيب بالنسبة ليه موضوع ارتداء الكمامة ضروري جدا طبعا مجلس الوزراء بداية من السبت المقبل بيقول اني تلاتين خمسة الفين وعشرين ست اماكن غرامة اربعة تلاف جنيه للي مش هيلبس فيها الكمامات اول حاجة الاسواق نازل السوق لازم تبقى لابس كمامة مش لابسها غرامة اربعة تلاف جنيه المحلات رايح تشتري حاجة نفس الموضوع البنوك نفس الكلام لازم تكون لابس المنشآت الحكومية نفس الكلام لازم تكون لابس المنشآت الخاصة برضو نفس الموضوع لازم تكون لأي اي مصلحة حكومية كده واي منشآت خاصة راح تقمن فيها اي مصلحة يعني شغال في شركة وشغال في مش عارف ايه لازم تكون لابس كافة وسائل النقل العامة والخاصة ركب مواصلات بقى مكرباز قطر مترو لازم تكون لابس الكمامة تمام دي كانت الأخبار اللي وردت فيه اليومين اللي بعد العيد توفي للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته